الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعشله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد فضل الله عز وجل بعض النبيين على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الأوقات على بعض الله يصطفي من الملائكة عسلا ومن الناس وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر هذا فضل الله يؤتيه من يشاء أو ما يشاء كيفما يشاء وعلينا أن نلتقط العبع والعزات وأن نتعرض لعحمات الله في ساعات فضله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ومن هذه النفحات نفحات تتصل ببعض الأوقات في اليوم والليلة ونفحات تتصل ببعض أيام الأسبوع ونفحات تتصل ببعض الشهور ومنها هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه شهر شعبات فمن نفحات الأوقات في أوقات عفع الأعمال صلاة العصر وصلاة الفجر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون تحدث المنوبة والتبادل يجتمعون الملائكة ويتلاقون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وهزان الوقتان وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لن يلجى الناع أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي لن يدخل الناع أحد واظب على صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر يغفل الناس عنها بالنوم وصلاة العصر يغفل الناس عنها بالعمل فمن واظب على صلاتي الفجر والعصر فهو على غيره ما أكثر مواظبة ويقول الحق سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أما يوم الرفع الإسبوعي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل ليلة الجمعة عشية كل خميس فلا يرفع فيها عمل قاطع إلا رحم وينبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمر إنهام أن رفع الأعمال مرتبط بسرة الأحام ألم يكن الحق سبحانه في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة مقبلون على شهر عظيم شهر رمضان هو شهر البر وصلة الرحم فلنبادر بسرة الأحام أما هذا الشهر المبارك شهر شعبان فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه لأنه شهر الحصاب في رفع الأعمال إلى الله فلما سئل صلى الله عليه وسلم يا أصول الله نعاك تكثر من الصيام في شعبان فقال صلى الله عليه وسلم هو شهر يغفل الناس عنه بين عاجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فلنكسر من الخير والبر وسيرة الأحام واتباع سنة سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الطيب الكريم المبارك شهر رفع الأعمال إلى الله فشهر شعبان هو شهر رفع الأعمال إلى الله فلنكسر من الطعات فيه سائلين الله أن يرفع أعمالنا إليه بكل خير وأن يتقبلها منا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يبلغنا رمضان نسأل الله العلي العظيم أن يرفع أعمالنا بكل خير إليه وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان وأن يتقبل طاعة شعبان وطاعة عمضان وأن يسقينا عند الحوض بيد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته